اهلا بكم في قناة التفسير احلام والركية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية فتح الباب اما يشوف الشخص انه بيفتح الباب. سواء بيفتح الباب من غير مفتاح او بيستخدم المفتاح. اولا بشكل عام رؤية فتح الباب من الرموز اللي بتدل على حدوث تغييرات في حياة الرأي والتغييرات دي هتكون تغييرات ايجابية. كمان فتح الباب من الرموز اللي بتدل على قدوم خير على باركة على استجابة دعوة اما لما يشوف ان الباب هو كان مفتوح لوحده فمن الرؤى اللحين بيتدل على سفر لو كان هو بيسعى لي السفر. كمان من الرموز اللي بتدل على الزواج سواء كان رجل او كانت فتاة فتح الباب المفتاح برضو من الرموز اللي بتدل بشكل عام على التقرب لله سبحانه وتعالى على قصرة الاستغفار على بعض الرأي عن معصية او عن ذنب فتح باب سري في المنام من الرؤى اللي بتدل على الاسف على كشف سر فتح الباب كمان بين الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى التفاوق على تحقيق انجازات على كمان بشارة بحصول الشخص على منصب وعلى مكانه كمان على تحقيقه لانجازات ونجاحات في عمله الرجل كمان لما يشوف انه هو فتح الباب في المنام لما يشوف انه فتح الباب لو كان هو عاطل غير يعني مش بيشتغل او ما عندوش وزيفة فمن الرؤى اللي بتدل على حصوله وعلى وزيفة وعلى وزيفة مرموقة لو كان هو بالفعل بيعمل فمن الرؤى اللي بتدل على ترقية هو هيحصل عليها لو كانت اجر او بيمتلك عمل تجاري او بيمتلك مشروع وشاف انه فتح الباب فبيكون بشارة بتحقيقه ارباح بتحقيقه مكاسب بنجاح لتجارته فتح الباب كمان المصنوع من الحديد لما يشوف الرجل انه فتح باب مصنوع من الحديد لو كان هو غير متزوج فبشارة ليه بانه هيتزوج من امرأة مميزة يعني بتمتاز بالجمال بالخلق بالنسب بالغنى فمن الرموز اللي بتبشره بكده كمان فتح الباب اللي مفتاح بالنسبة ليه الرجل فبيكون بشارة ليه بالسعادة بالفرحة بزواء الهم كان بيعاني منها كمان الرجل لما يشوف انه فتح الباب وتفتح معاه بسهولة فبرضه بشارة بانه هيكسب مال اه او هيحصل على مال اه كتير في الفترة المقبلة اه كمان احيانا بيدل على انجاب اه زوجته او حمل اه زوجته في اه ولد والله اعلم اه واعلم المرأة المطلقة كمان لما تشوف ان هي فتحت الباب لو كان الباب مصنوع من الخشب وتشوف ان هي فتحت الباب لو كانت بتعمل فبشارة ليها بترقية وتوليها منصب اه كبير فتح الباب للمرأة المطلقة بشارة ليها برزء بخير اه كمان اه من الرموز اللي بدل على تجاوز اه صعاب اه قصوصا كمان لما تشوف انها فتحت باب مصنوع من الحديد فده تجاوز مشاكل وتجاوز اه صعاب وبشارة ليها بالزواج من شخص هيكون لي اه منصب هيكون لي اه مكانة كبيرة كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي فتحت الباب فبيكون بشارة ليها بخلاصها من اعداء او من اشخاص محيطين بها الاشخاص دول كارهين اه لها فتح الباب بسهولة من الرموز اللي بدل على استجابة الدعوة بشكل عام بقى سواء كان رجل او امرأة كمان المرأة المطلقة لما تشوف انها فتحت باب بيتها القديم فمن الرموز اللي بدل احيانا على رجاحها مرة تانية لزوجها السابق المرأة الحامل كمان لما تشوف انها فتحت الباب فمن الرموز اللي بدل على انجابها لولد والله اعلى واعلم وهيكون ولد بار وهيكون سند لها في المستقبل لما تشوف انها فتحت باب قديم وباب طعيف باب يعني متهالك فمن الرموز اللي شوية بدل على صعاب او على مشاكل هي ممكن توجهها سواء في حياتها او في الولادة او في الحامل اما فتح الباب بسهولة والباب الجديد فده ولادة سهلة ولادة ميسرة كمان من الرموز اللي بدل على صحة لها وعلى صحة لجنينها كمان المرأة المتزوجة المرأة المتزوجة برضو لما تشوف انها فتحت الباب فبيكون بشارة لها بفتح باب رزق بباب في سعادة في فرحة في استقرار في توال للمشاكل او للهموم لما تشوف انها بتفتح باب بيتها هي فبرتو من الرموز اللي بدل على راحة وعلى استقرار وعلى احساسها بالامان كمان على استقرار مادي هي هتعيش فيه خلال الفترة المقبلة لما تشوف المرأة المتزوجة هي بتفتح الباب وشافت ان الباب ده هش او ضعيف او متهالك وشافت ان هي بتفتحه فمن الرموز اللي بدل على حدوث مشاكل ومشاكل كبيرة بينها وبين زوجها كمان من الرموز اللي بدلها ان هي بتفتكر ليه السند كمان لما تشوف انها بتفتح باب والباب ده باب جديد وشافت انها بتفتحه بسهولة فبشارة لها بحب وتفاهم وموادها بينها وبين زوجها الفتاة العزبية برضو لما تشوف انها بتفتح الباب فبيكون بشارة لها بحياة فيها رفاهية فيها سعادة فيها خير كمان فتح الباب من الرموز اللي بدل على الزواج وزواجها من شخص هي بتتمنيه او بتفضله او شخص بيحمل استفاد اللي هي بتتمنيها فتح الباب بيء المفتاح بشارة لها بتكوين عقلة جديدة هتكون فيها سعادة هتكون فيها استقرار احيانا بيدل على انتقالها لمكان تاني او لبيت تاني للاقامة فيه كمان الفتاة العزبية لما تشوف انها بتفتح الباب بيء المفتاح فبيكون بشارة لها برزق وهي آآ بمال هتحصل عليه وبنجاح وبتحقيق انجازات لو كانت هي بتعمل وبشارة لها باستقرار مادي ويتحسن في مستوى آآ معيشتها كمان آآ لما تشوف ان الباب كان مقفول وصعب ان هي تفتحه وبعد كده فتحته فده خلاصها من مشاكل او خلاصها من ازمات كانت بتمر بيها او كانت عايشة آآ فيها آآ كمان المرأة الفتاة العزبية لما تشوف انها بتفتح الباب فتتحقيق امنيات كانت بتسعى لتحقيقها وكمان بشارة لها بالنجاح وبالتفوق وبتحقيق انجازات سواء في عملها او في حياتها بشكل عام ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة بروية فتح الباب سواء فتح الباب عادي او فتح الباب بالمفتاح آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او سفسار اكتبوا لي تحب انا ان شاء الله ارد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة